الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرف يقدم في حقل النظرية الكلية المتقدمة والوسيطة محددات الانتاجية Determinance of Productivity أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبة التطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ محددات الانتاجية Determinance of Productivity تقييس انتاجية المورد الاقتصادي كمية السلع الملموسة وغير الملموسة التي تنتجها الوحدة الواحدة من المورد أي المورد الاقتصادي كالعمالة كالأرض كرأس المال وما شابه هذه الآن الصبر التعبيري هذا المنظر عن زيادة الانتاجية هنا نحو مستويات أعلى من الانتاجية وهنا سباق مع الزمن من أجل زيادة الانتاجية عادة ما تقاس الانتاجية لكل الاقتصاد لكن ذلك لا يمنع قياسها على مستوى المنشأ الواحدة هناك أربعة محددات للانتاجية الكلية في الاقتصاد أولا مخزون رأس المال المادي أو ما يسمى Physical Capital وهو مخزون الآلات والمعدات والبنية التحتية اللازمة لإنتاج السلع الملموسة وغير الملموسة هنا الآن آلات ومعدات هنا خطوط إنتاج وما شابه كذلك ثانيا رأس المال البشري Human Capital هو التعليم الذي يحصد عليه العاملون والمعارف والمهارات والخبرات التي يكتسبها العاملون في مجموعة المنشآت العاملة في الاقتصاد ككل الآن تقسيم العمل من الأشياء المهمة التي يكتسبها العاملون خلال فترة العمل ما يعني النزيات الإنتاجية هنا الآن التعلم والخبرة في العمل وهنا معرفة تراكمية ثالثا الموارد الطبيعية Natural Resources وهي المدخلات التي لا يمكن للسلع أن تتحقق من غيرها مثل المواد الخام الداخلة في الإنتاج وعادة ما يتم الحصول عليها من الأرض والأنهار والغابات ومخزون المعادن تحت طبقات الأرض هنا الآن طاقة الرياح وهي جزء من الموارد الطبيعية المتجددة هنا موارد الغابات للأشجار والأوراق والأخشاب وما شابه هنا الطاقة من تحت سطح البحر وهكذا رابعا وأخيرا المعرفة التقنية Technological Knowledge هي معرفة المجتمع بأفضل طرق الإنتاج إضافة عفوا هنا على الخطأ الطبعي إضافة إلى عوامل غير اقتصادية مثل المؤسسات الحميدة الحاضنة للإنتاج وتقديس الوقت واحترام حقوق الإنسان وحرية الفرد الآن هذا أسلوب من أسلوب الإنتاج الجماعي وهنا كل شخص يركز على زيادة إنتاجه من خلال عمله هنا الآن إتقان العمل وهنا سرعة الإنجاز هناك عوامل غير اقتصادية Non Economic Factors هي العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الإنتاجية الجماعية والفردية تدفعه أي الإنتاج إلى الأعلى أو تسحبه إلى الأسفل بينت الدراسات والأبحاث في هذا المجال أن العقيدة الكيلفانية البروتستانتية والكنفوشية الصينية هي من العوامل الأساسية في الإنتاجية على مستوى الفرد والجماعة في الأقاليم المعنية طبعا في أوروبا الغربية والشمالية الولايات المتحدة كندا أستراليا وما شابه والصين وكل من لف لفها الآن السؤال أين عقيدة الإسلام التي تشدد على اليد العليا خير من اليد السفلة أي تشجع على العمل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا تشجع على الادخار والعمل عباده أي أن فعلا العمل وإتقان العمل عباده وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه والاحتطاب خير من سؤال الناس والأمان والمسؤولية أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون فيه الفائدة العظومة كافة حد الضربة وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر